في إفادة حول جولته الأوروبية قال المبعوث الصيني الخاص إلى أوكرانيا ليهوي أن خطر التصعيد في أوكرانيا لا يزال قائماً وأن على الأطراف اتخاذ إجراءات ملموسة لوقفه كما قال المبعوث الصيني لحل الأزمة الأوكرانيا الآن الصعوبات ما زالت كبيرة أمام الأطراف للجلوس وبدء المفاوضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر